اشتركوا في القناة بين رضيع ابراهيم الخليل اسماعيل وبين رضيع الحسين قواسم مشتركة ومفارقات كلاهما وضع رضيعه في موقف خرج ابراهيم جاء بهاجر ومعها اسماعيل وهو رضيع الى ارض غير ذي زرع لا زرع فيها ولا ضرع ولا ماء في صحراء قاحلة تركها واراد العودة الى المكان الذي جاء منه فقالت اربك امرك بهذا قال بلى ربي امرني بان اخذك الى هنا وربي امرني بان ارجع قالت اذا لا يضيعني ربك وما ضيعها الله عز وجل وما ضيع اسماعيل عطش اسماعيل ولم ترفع فقط يديها الى السماء وتقول يا ربي اسق رضيعي وانما سعت للحصول على الماء وركضت ما بين الصفة والمروة سبعة اشواط ثم لم تحصل على الماء كانت ترى السراب وكلما وصلت الى المكان لم تجد ماء عادت لكي ترى وضع ولدها واذا بنهر جار من تحت قدمي وهو ماء زمزم وكلمة زمزم هي بالعبرانية يعني توقف توقف خافت من ان تغرق هي وولدها في ذلك الماء قالت توقف ايها الماء فسق الله اسماعيل الماء وبقي واصبح نموذجا واصبحت هاجر حجرها ضمن الطواف حينما تطوف ان تحول الكعبة لابد ان تطوف ايضا عند حجر اسماعيل وهو قبرها ايضا وحجر اسماعيل يعني حضنها حيث كانت تحمل اسماعيل في كربلة رضيع الحسين ايضا كان عطشانا والماء كان موجودا لكن العدو كان يتحكم في الماء وربنا عز وجل كما جعل من اسماعيل نموذجا ومقتدى واسوى لجميع الناس ورفع من مقامه هاجر وعلينا الحج الى بيت الله وان نقوم بما قام به ابراهيم وما قامت به عائلته بما في ذلك هاجر التي تحملت الوحدة والوحشة بدون زوجها وتحملت عطشة ولدها عبدالله الرضيع كان الماء موجودا لكنهم منعوه من شرب الماء فقتل عطشانا وذبحوه وقتل جائعا وقتلوه ولذلك فإن الله والله سنته في الحياة لا تتبدل لا تتغير الله الذي وقف مع اسماعيل يقف مع عبدالله الرضيع في هذه الدنيا وفي الآخر وسيأتي يوم نرى أن عبدالله الرضيع هو الحاكم على قلوب الناس في كل الأرض وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيتها الطيبين الطاهرين